انطلاق موفق عزاء الجمهور والحضور الكريم سبع من الجياد المهرات العربية الأصيلة تشارك مسافة 1600 متر انطلاق زرقاء من وسط الجياد هناك قدوة أحد الجياد القوية ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والفارس تو اوشي في الوصفة هناك بدرية ثابتة الانسة العنود بن تشعيل الكواري وهاري بنتلي ومن الجهة الداخلية أيضا هناك الجواد معارضة وملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال ينيس اوابد وترقب وانتظار للجواد بن تعامر في الجهة الخلفية ولا تزال الصدارة مع الجواد رضوة في خطف الصدارة والفارس ماركو منتريسو خطوة بخطوة من الجهة الخارجية والجواد بدرية ثابت والفارس هاري بنتلي وترقب للجواد معارضة في الترتيب الثالث ومحاولة للحاق من بعض الجياد نقطة 700 متر والمنعطة في الأول ولا تزال الصدارة جميلة وقوية مع الجواد رضوة والفارس ماركو منتريسو ويبتعد بعض الشيء والقادم الآن قد وملك سمو الشيخ محمد بن خليفة حمد الثاني بشكل جميل وقوي ولم تعطى لعاز خطوة بخطوة الآن تأتي الجياد من الجهة الخلفية ومحاولة للحاق الموج الأزرق قد وملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني بفارق عن باقي الجياد والتي أشي ومحاولة من بدرية ثابت للتقدم واللحاق ولكن قد و هي قدوة هذه الشوط والفا فإذا بهذا الكأس جاء بالمركز الأول الجواد رقم خمسة قد وملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال تي اوشي والمدرب جوليان سمارت مبروك في الترتيبة الثاني جاء الجواد رقم اثنين بعد ريا ثابت ملك الأنسة العنود منتشال الكواري والخيال هاري بانتلي في الترتيبة ثالث جاء الجواد رقم سبعة رضوة ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال ماركو منتريسو في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم واحد عزيزا ملك السادة ومقرن والخيال بيير كونفرتينا والترتيب الخامس جاء الجواد رقم أربعة واني ديفيلتي اسمه لكي لانسة ماريان بنتجاه الكواري والخيال استيفان لجاج ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة والآن مع الخيال تي أوشي الفائز بكأس سديري واصل ألف مبروك المدرب المتعلق جوليا اسمارت ويتسلمه والآن يتسلم سيد جاسم الغزالي نيابة عن المالك وصورة تسكرية للفائزين بشوت الخامس وتلخيلة العربية الأصيلة وألف مبروك للفوز بكأس سديري واصل للفوز بكأس سديري واصلتك للفوز بكأس سديري واصلتك للفوز بكأس سديري واصلتك للفوز بكأس سديري واصلتك